مرحبا بجميع أصدقاء متبقى قناة فلاش 90 دقيقة في تحليل وتوقعات مباريات يوم السبت اخترت 7 لقاءات أول مقابلة بطولة كوسافا المقامة بجنوب إفريقيا المنتخب الجنوب إفريقي يستعب المنتخب بوتسوانا ترتيب المنتخبين في المجموعة جنوب إفريقيا في الصدارة نقطة وحيدة بوتسوانا في الرشب الثانية بنفس عدد النقاط آخر مواجهة جمعة المنتخبين تحت لصالح جنوب إفريقيا انتصار هدفين مقابل هدف واحد دخل الميدان الخمس لقاءات الأخيرة لكل منتخب منتخب بوتسوانا حقق 3 تعادل جازمة انتصار آخر لقاء تعادل في الجولة الأولى أمام السواتيني سلبيا سفر مقابل سفر منتخب جنوب إفريقيا آخر خمس مقابلات حقق 4 تعادلات انتصار آخر لقاء تعادل في الجولة الأولى من هذه المجموعة أمام الموزنبيق هدف في كل شبكة أفضل توقع للمقابلة أرشح فوز جنوب إفريقيا بالنقاط جلاج لهذه المواجهة أدو أفضل توقع للقاء جنوب إفريقيا وبوتسوانا المقابلة الثانية أولى مقابلات تمون نهائي بطولة أمام أوروبا المنتخب السويسري في مواجهة إيطاليا آخر لقاء جمع المنتخبين تعادل إيجابي هدف في كل شبكة الخمس لقاءات الأخيرة لكل منتخب المنتخب الإيطالي حقق تعادلين هزيمة انتصارين آخر لقاء تعادل أمام كرواشيا هدف مقابل هدف الخمس لقاءات الأخيرة المنتخب السويسري حقق شلاج تعادلات انتصارين آخر لقاء تعادل أمام صاحب الأرض والجمهور ألمانيا هدف في كل شبكة اللقاء سيلعب بمدينة برلين أفضل توقع للمقابلة أرشح بأن اللقاء سينتهي بالتعادل في التسعون دقيقة هذا هو أفضل توقع للمقابلة مع إمكانية كذلك بأن كلا الفريقان سيسجلان جول جول المقابلة التالية نهائي كأس الأردن الحسين أمام فريق الوحدات آخر مواجهة جمعات الفريقين انتهاج بالتعادل السلبي السفر مقابل السفر الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي الوحدات حقق خمس انتصارات آخر أمام شباب الأردن في نصف نهائي الكأس هدف مقابل السفر خارج الميدان فريق الحسين بطل الدوري آخر خمس مقابلات حقق أربع انتصارات هزيمة آخر لقاء الانتصار في النصف نهائي أمام الصلط داخل الميدان بدربات الجزاء أفضل توقع للقاء نهائي الكأس هي كلا الفريقان سيوس الجيلان غول غول هذا هو أفضل توقع لنهائي كأس الأردن بالنسبة للمقابلة الرابعة المقابلة التانية من تم النهائي بطولة أوروبا المنتخب الألماني صاحب الأرض والجمهور في مواجهة الدانيمارك آخر لقاء جمع المنتخبين انتهى بالتعادل هدف مقابل هدف الخمس لقاءات الأخيرة لكل منتخب الدانيمارك حقق جلات تعادلات انتصارين آخر لقاء تعادل سلبيا أمام منتخب السربي السفر مقابل سفر المنتخب الألماني في آخر خمس مقابلات حقق تعادلين جلات انتصارات آخر لقاء تعادل أمام سويسرا هدف مقابل هدف اللقاء سيلعب بمدينة دورتموند اللقاء لن يكون سهل بالنسبة للمنتخب الألماني صاحب الأرض والجمهور الدانيمارك منتخب قوي وبرهن ذلك أمام انجلاتيرا والسربيا بالإضافة إلى سلوفينيا منتخب ألمانيا بدأ بداية جيدة بالانتصار أمام سكوتلندا خمسية مقابل هدف واحد والمقابلة الثانية الانتصار أمام الماجر هدفين مقابل سفر والمقابلة الثالية كانت صعبة على المنتخب الألماني كان طيلة 90 دقيقة منهازم أمام سويسرا هدف مقابل سفر استطاع تسجيل تعادل في الدقائق الأخيرة بصعوبة لذا أفضل توقع لهذه المقابلة أرشح بأن كلا المنتخبين سيسجلان وقد تستمر هذا اللقاء إلى أشوات الإضافية أو ضربات الجزاء هذا هو أفضل توقع للمواجهة كلا المنتخبين يسجلان بالنسبة للمقابلة الخامسة كوبا أمريكا الجولة الثالثة من دور المجموعات الأرجنتين أمام منتخب البيرو ترتيب المنتخبين الأرجنتين في الرشبة الأولى 6 نقاط للبيرو في الرشبة الرابعة والأخيرة نقطة وحيدة آخر مواجهة جمعة المنتخبين تات لصالح الأرجنتين الانتصار هدفين مقابل السفر في إقصائيات كأس العالم خارج الديار الخمس لقاءات الأخيرة لكل منتخب المنتخب البيرو في حقق تعادلين هزيمة انتصارين آخر لقاء لازيمة أمام منتخب كندا هدف مقابل السفر المنتخب الأرجنتيني آخر خمس مقابلات حقق خمس انتصارات آخر وأمام الشيلي هدف مقابل السفر أفضل توقع للمواجهة أرشح بأن اللقاء سينتهي الشوط الأول بالتعادل أدو أفضل توقع للمواجهة بالنسبة للمقابلة السادسة نفس المجموعة المنتخب الكنداي في مواجهة الشيلي كندا يحتل الرشبة الثانية تلات نقاط الشيلي الرشبة التالية نقطة وحيدة آخر مواجهة جامعة المنتخبين لم يسبق أن التقايا هدان المنتخبات في مواجهات سابقة الخمس لقاءات الأخيرة لكل منتخب المنتخب الشيلي حقق هزيمتين تعادل انتصارين آخر لقاء لازمة أمام الأرجنتين هدف مقابل السفر المنتخب الكنداي آخر خمس مقابلات حقق انتصارين هزيمتين تعادل آخر لقاء الانتصار أمام البيرو هدف مقابل السفر كندا تكفيها نتيجة تعادل لتأهل كصاحبة الرشبة الثانية إلى الدور المقبل الشيلي ملزوم بالانتصار على كندا لكي يتأهل لذا أفضل توقع للمقابلة أرشح فوز الشيلي والتأهل رفقة الأرجنتين هذا هو أفضل توقع للقاء كندا والشيلي بالنسبة للمقابلة السابعة والأخيرة الدوري الأمريكي ملس ناشفيل السقب الفارق انتر ميامي ترتيب النادية ناشفيل في الرشبة السابعة 26 نقطة انتر ميامي في الصدارة 41 نقطة آخر مواجهة جماعة الفارقين جات لصالح انتر ميامي الانتصار ثلاثة مقابل هدف واحد داخل الميدان الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي انتر ميامي حقق ثلاثة انتصارات تعادل هزيمة آخر اللقاء انتصار أمام كولومبوس كريو هدفين مقابل هدف واحد داخل الميدان الخمس لقاءات الأخيرة لصاحب الأرض والجمهور ناشفيل حقق ثلاثة انتصارات تعادل هزيمة آخر اللقاء الانتصار داخل الديار أمام نيويورك سيتي هدف مقابل سفر أفضل توقع للقاء الدوري الأمريكي مقابل تشهد تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر هذا هو أفضل توقع للمواجهة هذا الأصدقاء متوقعاتي وتحليلي لسبع لقاءات يوم السبت في الأخير حد موفق للجميع ترجمة نانسي قنقر